موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الابتداعي درسنا اليوم يونت 5 لسن 6 اليونت الخامس الدرس السادس أنوان الدرس higher and highest أعلى والأعلى موجودة صفحة 68 من كتاب الطالب صفحة 66 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناتي اليوتيوب الاسمالأستاذ طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتداعي كذلك يتم رفع هذه الفيديوهات الخاصة بدورة الرابعة الابتداعي عبر بيج الفيسبوك الأستاذ طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية الي تقدرون تلقوه من خلال هذا المعرف صفحة 68 من كتاب الطالب مكتوب على صفحة higher and highest الي هو عنوان الدرس احنا عرفنا بدوره سابقة انه high معناها عالي higher أعلى واليوم رح ناخذ إضافة ل-est اللي تنطيني صفة المفاضلة يصبح معنا صفة الأعلى مثل ما وضحنا انه big كبير bigger أكبر biggest الأكبر وكذلك مع بقية الصفات بأسفلها مكتوب look listen and point انظر استمع واشر منطيني ثلاث صور لثلاث جبال تحت كل صورة صفتين high معناها عالي cold معناها بارد بهذا الجبل أعلى من هذا الجبل فاش قال قال higher أعلى يعني b is higher than a الجبل في صورة b أعلى من الجبل في الصورة a وكذلك colder الجبل في صورة b أكثر برودة من الجبل في الصورة a إذن higher أعلى colder أبرد بالصورة الثالثة مكتوب highest and coldest highest معناها الأعلى يعني أعلى جبل في الصورة الثلاثة هذه هو الجبل في الصورة c كذلك coldest أبرد أبرد جبل في الصورة الثلاثة هذه هو الجبل في صورة b هنا نريد أوضح لي أمر وهو موضوع المقارنة والتفضيل عندي مجموعة من الملاحظات القواعدية اللي تلخص لي هذا الموضوع بدروس سابقة عرفنا موضوع المقارنة وعرفنا أن إذا أريد نقارن بين شخصين أو شيئين أو مجموعتين نضع ER للصفة فمثلا كلمة high تصبح higher أو tall taller tall طويل taller أطول فمثلا نقول محمد is taller than علي محمد أطول من علي فأقارن بين شخصين أو أقول the ruler is taller than a pen المصدر أطول من القلم إذا نحتاج الصفة ممو ال-ER على موضوع أقارن بين شيئين أو شخصين أو مجموعتين big كبير big أكبر high عالي higher أعلى cold بارد colder أبرد هذه الملاحظات أخذناها بدروس سابقة وحافظيها أما اليوم رح ناخذ إذا أريد أفضل شيء على مجموعة أشياء يعني عندي مجموعة أشياء ثلاثة أو أربع أشخاص أو خمس أشخاص وأريد أطلع أطول شخص بهؤلاء الأشخاص الثلاثة فما أقول taller فأقول tallest لتفضيل شيء على مجموعة أشياء أو شخص على مجموعة أشخاص نضع EST للصفة فمثلا كلمة tall اللي معناها طويل taller أطول tallest الأطول الأكثر طولا من بين مجموعة أشخاص مثلا مثلا أقول علي is the tallest علي هو الأطول in the classroom في الصف إذن فضلت علي اللي يحمل الصفة الأكبر على مجموعة أشخاص big كبير bigger أكبر biggest الأكبر وكذلك مع بقية الصفات high عالي higher أعلى highest الأعلى لاحظ أن جميع الصفات نضيفه هنا EST تصبح صفات مفاضلة بعد cold بارد colder أبرد coldest الأبرد أو الأكثر برودة زياني أستاذي شون يجينا هذا الموضوع بالامتحان يجينا بأحد هذه الصيغ مثلا يقول لي big أصبحت bigger احنا شو سوى لها ضافلها ER يعني سواها صفة مقارنة big كبير bigger أكبر وانطاني صفة high high معناها عالي شون أحولها إلى صفة مقارنة أحولها كذلك بأضافة ER فأقول higher أعلى مثال آخر tall طويل tallest الأطول ضافلها EST وحولها إلى صفة مفاضلة يريدك تحول للcold البارد إلى صفة مفاضلة كذلك أضيفلها EST فتصبح coldest الأبرد هنا مجرد يريدني أميز بين المقارنة والتفضيل المقارنة بإضافة ER للصفة والتفضيل بإضافة EST المقارنة أستخدمها للمقارنة بين شخصين صورتين شيئين مجموعتين إلى آخره والمفاضلة أو التفضيل أستخدمها لتفضيل صورة على بقية الصور شخص على مجموعة أشخاص شيء على مجموعة أشياء إلى آخره منطيني أمثلة بالنشاط الآخر say the sentences قل هذه الجمل فهنانا يقول لك A is high الجبل في الصورة A is high مرتفع الجبل مرتفع B is higher الجبل في صورة B higher أكثر علو من الجبل في الصورة A C is the highest الجبل في الصورة الثالثة أو صورة C هو الأعلى أعلى جبل من بين هذه الجبال مثال آخر A is cold الجو في الصورة A بارد B is colder الجو في الصورة B أكثر برودة من الجو في الصورة A C is the coldest أما الجو في الصورة الثالثة أو الصورة C is the coldest هو الأبرد الأبرد من بين ذن الصور الثلاثة هذا ما يخص النشاط الأول أحاول أحفظ إملاء ذن الكلمات وعرفنا شون تجينا بالامتحان متى أضع ER ومتى أضع EST ننتقل للنشاط الآخر look at the pictures انظر إلى هذه الصور write the words واكتب الكلمات منطيني مجموعة من الكلمات أو مجموعة من الصفات خلي الصفة المناسبة تحت الصورة المناسبة فمثلا الصورة الأولى اللي لاحظ أن صورة هذه الفواكه الصغيرة جدا شنو الصفة المناسبة لها big كبير غير مناسبة old قديم أو كبير بالعمر غير مناسبة tall طويل كذلك غير مناسبة long طويل بالامتداد غير مناسبة small صغير نعم هذا أكثر صفة مناسبة فأخلي تحتها small هذه الفواكه جدا صغيرة small أما الصورة الأخرى picture number two الصورة الثانية فصورة هذا القرش العملاء أو الكبير شنو الصفة المناسبة big كبير نعم هذه أكثر صفة مناسبة فأخليها تحت الصورة أما الصورة الثالثة picture number three صورة هذه الزرافة شنو الصفة المناسبة لها old كبيرة بالعمر غير مناسبة tall طويلة بالارتفاع نعم هذا أكثر صفة مناسبة للصورة ما يصير أقول long long مثل ما وضحنا بدروس سابقة باليونت الأول هي الطول بالامتداد فتناسب مثلا الشارع أو النهر إلى آخره أما هذه طويلة بالارتفاع أخليها كلمة tall picture number four الصورة الرابعة صورة هذا الحذاء القديم فشأقول أقول عالية old معناها قديم أو كبير بالسن أما الصورة الأخيرة فهي صورة هذا الطريق شنو الكلمة المناسبة إليه أو الصفة كلمة long طويل بالامتداد وليس tall طويل بالارتفاع هذا ما يخص هذا النشاط أحاول أحفظ معاني هذه الكلمات لأنها مفردات مهمة بالامتحان التحريري تجيني هذه الصفات يطلب من عندي أن أضيف لها ER أو ESD مثل ما وضحنا بالنشاط السابق ننتقل إلى النشاط الآخر listen look and tick استمع انظر أو تبع وضع صح على الyes إذا كانت هذه الجملة شوفها صحيحة وعلى الno إذا كانت الجملة خاطئة منطيني مثال number one a cow is bigger than a cat cow هي البقرة البقرة أكبر من القطة نلاحظوا أنه ديقار بين البقرة والقطة بما أنه ديقار فخليه ER للصفة اللي نوضعها على الصفة على ما تكون صفة مقارنة فتقول a cow is bigger than a cat البقرة أكبر من القطة هل البقرة أكبر من القطة؟ إذا كانت الجواب صحيح أوضع صح على الyes وإذا كانت الجواب خاطئ أوضع الصح على الno أكيد البقرة أكبر من القطة لذلك وضعت الصح على الyes number two ثانيا a tree is taller than a man الشجرة أطول من الرجل هل الإجابة صح أم خطئ؟ نحن نعرف أن الشجر عادة ما يكون طويل أطول من الرجل لذلك الإجابة صح له خطئ الإجابة كي صح فأوضع الصح على الyes number three ثالثا a bus is smaller than a car الحافلة أصغر من السيارة small صغير smaller أصغر لذي يقارن بين الحافلة والسيارة هل الإجابة صح أم خطئ؟ نحن نعرف أن الحافلة عادة ما تكون كبيرة جدا أكبر من السيارة العادية ونانا ذي يقول لي أصغر هل الإجابة صح له خطئ؟ الإجابة كي تخطئ لذلك أوضع الصح على الno number four my grandpa is older than my baby sister جدي أكبر سن من أختي الصغيرة هل الإجابة صح أم خطئ؟ أكيد الجد عادة ما يكون أكبر سن من الطفل فتكون الإجابة صح فأوضع الصح على الyes number five خامسا a rubber is longer than a pencil المساحة أطول من القلم الرصاص هل الإجابة صح أم خاطئ؟ نحن نعرف أن المساحة تكون قصيرة جدا وأقصر من القلم الرصاص لذلك الإجابة صح له خطئ الإجابة كي تخاطئ number six سادسا an elephant, a monkey, a crocodile منطيني ثلاث حيوانات اللي هي الفيل والقرد والتمساح مثل ما أوضحني أنه إسماء الحيوانات بالدرسة السابقة يجب أن أحفظ معناها فهنانا معناها رح يفيدني بحل هذه الجملة an elephant, a monkey, a crocodile التمساح والقرد والفيل بعد هاش كاتب؟ كاتب a crocodile is the biggest التمساح هو الأكبر من بين ذن الثلاث حيوانات هل الإجابة صح لو خطئ؟ الإجابة كي تخاطئ الفيل هو الأكبر من بين هؤلاء الحيوانات فأضع الصح على كلمة no number seven سابعا an apple, a banana and an orange من طين الثلاث فواكه البرتقال, الموز والتفاح a banana is the longest الموز هو الأطول من بين ذن كلمات الفواكه الإجابة صح لو خطئ؟ الإجابة كي صح؟ بنانا هي الأطول هذا ما يخص هذا النشاط هاي الأسئلة أسئلة شفوية يتم سؤالها كالتحضير يوم بداخل الصف الأستاذ يختار حيات التلاميذ ويقول له يقول له a cow is bigger than a cat البقرة أكبر من القطة yes or no فالتلميذ يجب أن يكون مطلع على هذا الجمل ويجاوب الأستاذ لذلك أحاول أحضر هذا الجمل قبل ما أروح للدرس ننتقل للنشاط الآخر say and write yes or no قل قل هذه الجمل واكتب yes أو no منطيني مجموعة من الجمل وكاتب لي هنانا you and your friend هنا محادثة بين تلاميذ وثنين كل تلميذ يتحدث مع التلميذ الآخر اللي جالس بجانبه ويكتب إجاباته وإجابات صديقة فمثلا التلميذ الأول يقول a train is bigger than a bike القطار أكبر من الدراجة الإجابة yes or no هو رح يجاوب إجابته بهذا الحقل ويسأل زميله يقول لأنت شو تقول الإجابة yes or no يكتب إجابة زميلة بهذا الحقل إحنا رح نحل فقط هذا الحقل أما أجابات زميلنا نكتبهن أثناء الدرس فالجملة الأولى a train is bigger than a bike القطار أكبر من الدراجة الإجابة أكيد yes فهو حالي إياها أما لذلك أقول no ويحاول التلميذ يسأل زميلة ويكتب إجابته بهذا الحقل نمبر ثري ثالثا I am older than my mom أنا أكبر سنًا من أمي هل الإجابة yes no أكيد الإجابة no من المستحيل أن يكون الإبن أكبر من الأم أكبر سنًا من الأم an ounce is smaller than a mouse النملة أصغر من الفعر هل الإجابة yes no no أكيد الإجابة yes النمل يكون أصغر من الفعر a giraffe is taller than a mountain الزرافة أطول من الجبل هل الإجابة yes no أكيد الإجابة no من المستحيل أن تكون الزرافة أطول من الجبل which is the biggest أي هذه الأشياء هو الأكبر car truck train سيارة لو حافلة لو قطار أكيد القطار هو الأكبر فأقول train which is the smallest أيهم أصغر a head الرأس low eye العين low ear الأذن أكيد العين هي الأصغر فأقول eye هذا ما يخص هذا النشاط كذلك هذه الجمل تعتبر أسهلة شفوية مهمة يتم سؤالها داخل الصف كتحضير يومي ننتقل إلى كتاب النشاط look at the words انظر إلى هذه الكلمات listen how many syllables استمع كم عدد المقاطع شرحنا بدروس سابقة كيفية حساب مقاطع الكلمة ألفظ الكلمة وأصفق أثناء نطق الكلمة فالكلمة الأولى مثلا كلمة biggest كم مقطع صوتي اثنان من المقاطع الصوتية smallest اثنان كذلك من المقاطع الصوتية longest اثنان من المقاطع الصوتية oldest اثنان من المقاطع الصوتية coldest اثنان من المقاطع الصوتية وهو تست كذلك مقاطع صوتية اثنين هذه الكلمات كلها متكونة من اثنين من المقاطع الصوتية عرفنا بدره سابق شون نحسب المقاطع الصوتية نلفظ الكلمة ونصفق أثناء نطق الكلمة هذا مجرد نشاط يطلب من عندي أن نستمع هذه الكلمات وأرددها listen and say the words استمع وردد ننتقل للنشاط الآخر class 4 is writing about animals الصف الرابع يكتب حول الحيوانات and places والأماكن around the world حول العالم listen and read استمع وقرأ هذه معلومات عن الحيوانات والأماكن عن التمساح عن الفيل وعن الأماكن الأكثر حرارة يطلب من عندنا استمع للأستاذ وهو يقرأ هذا النص وبعدها أحاول أقرأ هذا النص فرح نجي نقرأ النص ونوضح مفرداتها وبعدها التلميذ يحاول يقرأ النص مثل ما قرأه الأستاذ around the world حول العالم by class 4 هذا النص كتب تلاميذ الصف الرابع we are looking at information about the world نحن نبحث عن معلومات عن عالمنا there are many interesting things to learn هناك الكثير من الأشياء الممتعة لكي نتعلمها look at all pictures انظر إلى جميع هذه الصور we found التي وجدناها look at the longest crocodile in the world انظر إلى التمساح الأطول في العالم he is 110 years old عمره حوالي 110 سنة he lives in Australia يعيش في استراليا الصورة الثانية the hottest place in Iraq is بصرة المكان الأكثر حرارة نحن نعرف أنه hot حار hotter أكثر حرارة hottest الأكثر حرارة the hottest place in Iraq أكثر الأماكن حرارة في العراق is بصرة هي محافظة البصرة it can be 57 centigrade يمكن أن تكون درجة الحرارة يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى حوالي 57 درجة سليزية in July to August من July اللي هو الشهر السابع إلى August اللي هو الشهر الثامن that is very very hot يكون الجو جدا جدا حار the oldest elephant was 86 أكبر الفيلة سنن was 86 كان عمره حوالي 86 سنة he lived in Asia كان يعيش في آسيا هذا ما يخص هذا النشاط قرأنا المعلومات البي وأضحنا مفرداته يحاول التلميذ الآن يقرأ النص مثل ما قرأ الأستاذ ننتقل للنشاط الآخر listen to the information انظر إلى هذه المعلومات write the missing words اكتب الكلمات الناقصة هذا النشاط بيه معلومات جدا مهمة أحاول أحفظها فمثلا animals around the world الحيوانات حول العالم buy بواسطة هنا التلميذ يكتب اسمه وشعبته باعتباره هو رح يحل أو يكمل هذه المعلومات لذلك يكتب اسمه وشعبته we are looking at information about our world نحن نبحث عن المعلومات عن عالمنا there are many interesting things to learn هناك الكثير من الأشياء التي نتعلمها look at all pictures we found انظر لهذه الصور التي وجدناها الصورة الأولى مكتوب عليها whale shark الحوت الضخم 13 meters long يبلغ طولة حوالي 13 متر the biggest shark in the world is the فراغ أكبر القروش في العالم هو فراغ شنو اسمه هذا أكبر قرش مكتوب بصورة whale shark فأكتب whale shark it is about فراغ meters long يبلغ طولة حوالي فراغ متر شق الطولة مكتوب بصورة 13 متر فأقول 13 meters long يبلغ طولة حوالي 13 متر it lives in the sea ويعيش في البحر هذه من المعلومات أحاول أحفظها اسم القرش اللي هو أكبر قرش شق الطولة اللي يبلغ طولة حوالي 13 متر لأن كذلك معلومات مهمة من الممكن أن تأتي بسؤال مفردات على شكل إسقاطات ننتقل للصورة الأخرى صورة هذا الطائر smallest bird اللي هو أصغر طائر شي اسمه اسمه be human bird الطائر الطنان 57 ملي متر long يبلغ طولة حوالي 57 ملي متر طائر صغير جدا فاش مكتوب؟ مكتوب بالنص the smallest bird in the world is the فراغ أصغر طائر في العالم هو فراغ يا طائر مكتوب بالصورة اسمه be human bird فاكتب اسمه الطائر الطنان it is only فراغ ملي متر long يبلغ طولة حوالي فراغ ملي متر يبلغ طولة حوالي 50 ملي متر فاكتب 57 ملي متر يبلغ طولة حوالي 57 ملي متر measure that with your rule يمكن حسابه بالمصدر الخاصة بك أما الصورة الثالثة فهي صورة hottest dessert أكثر الصحاري حرارة صحراء dessert in Africa هي صحراء الافريقية 58 centigrade يبلغ حوالي 58 درجة سليزية the hottest dessert in the world is the فراغ أكثر الصحاري حرارة في العالم هي فراغ سميناها سميناها صحراء dessert الصحراء الكبرى في أفريقيا it is in فراغ تقع في فراغ يا قارة تقع تقع في قارة أفريقيا اللي هي أفريقيا it is فراغ centigrade يبلغ درجة حرارتها حوالي فراغ درجة سليزية اش قد تبلغ درجة حرارتها 58 centigrade فأقول 58 centigrade 58 درجة سليزية هذا ما يخص هذا النشاط كذلك أحاول أحفظ هذه المعلومات اسم أصغر طائر اش قد طولة أكثر الصحاري حرارة أين تقع وش قد درجة حرارة بيها لأن ممكن تجين بالامتحان بسؤال المفردات هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا بمجموعة من المعلومات المهمة والممتعة عن الصحاري والحيوانات والأماكن الحارة حول العالم بالإضافة إلى ذلك أخذنا الفرق بين إضافة ال-ER للصفة اللي تصبح الصفة فيها صفة مقارنة وأقدر مفاضلة ومن خلالها أقدر أفضل الشخص على مجموعة أشخاص أو شيء على مجموعة أشياء وكذلك ذكرنا من الصفات يجب أن أحفظها لأن نممكن تجين بالامتحان بسؤال الأملاء يطلب من أنني أن أضيف ER للصفة أو EST بالإضافة إلى الأسئلة الشفوية اللي أجاوبها بيس أو نو اللي تعتبر أسئلة شفوية مهمة بداخل الصف كتحضير يومي ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو السفسارة أو أضافة تحبون تقدموها وتقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجودة أمامكم على الشاشة